موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في كشك الصحافة نستعرض وإياكم جولة جديدة من أخبار وعنوين الصحافة اليمنية والعربية نبدأ من موقع الصحوانت جولة الصحافة اليمنية نقرأ فيه رئيس وفد الحكومة للمحادثات يقول حارسون على تحقيق السلام في عنوان آخر المغدشي يشهد حفلة تخرج الدفعة الأولى من مدرسة القوات الخاصة في مأرب أما الشأن الميداني مسؤول عسكري في تاعز يقول الإنقلابيون يواصلون خرق الهدنة إلى تفاصيل والتي ركز الموقع فيها على قيام الميليشيا بفرض مبالغ مالية لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي ويقول الموقع تنفذ عناصر ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة دمت بمحافظة الضالع وللمرة الثانية خلال أقل من شهرين عملية تحصيل مبالغ مالية من التجار وأصحاب المحال التجارية للمجهود الحربي ولكن بمسميات أخرى وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الإنقلابية كلفت شبابا من قرية الأحرم القيام بعملية تحصيل مبالغ مالية من التجار ومالك المحال المختلفة ولفت المصدر إلى أن المكلفين يوزعون سندات بقيمة خمسة ألاف ريال عن كل فتحة تحت مسمى إصلاح شبكة المجاري الطافحة وهي في الحقيقة للمجهود الحربي ويتابع الموقع وقال المصدر أن سندات القبض تحمل توقيع قيدي حوثي ننتقل إلى موقع نيوزيمن ونطالع في صفحته الرئيسية أبرز العنوين منظمة شاهد توثق 19258 حالة انتهاك قامت بها جماعة الحوثي وقوات صالح في مأرب في موضوع متصل أهل الصحفيين المختطفين يكشفون عن عمليات تعذيب يومية تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبنائهم في عنوان آخر الميليشيا تجري تحقيقا مع الحاجام يحيى يوسف حاجام اليهود اليمنيين تحت مبرر تهريب مخطوطة الثورة واهتم الموقع بخبر اتهام لجنة تثبيت وقف إطلاق النار في تاعز للميليشيا بخرق محضر اتفاق وقف إطلاق النار وجاء في التفاصيل اتهمت لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار في تاعز ميليشيا الحوثي وصالح بعدم الانتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباستغلال الهدن لإعادة ترتيب قواتها في محيط المدينة وقال الرئيس اللجنة عبد الكريم شيبان إن الحوثيين وقوات صالح مستمرون في خرق الهدنة ومواصلة عمليات قصف الأحياء السكنية والقمص منذ بدء سريان الهدنة وأضاف في بلاغ وجهته لللجنة الرقابية العليا أن الحوثيين وصالح لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه بفتح الطرق التي تربط مدينة تاعز بمختلف مدريات الريف التابعة لها رغم مرور 24 ساعة على موعد بدء تنفيذ اتفاق فتح الطرق والمنافذ وجاء في البلاغ الحوثيون مستمرون في الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تاعز ومدرياتها الوازعية وحيفان والقبيطة إضافة إلى استحداث مواقع ونقاط جديدة وحملت اللجنة الحوثي المسئولية عن تداعيات هذا الخرق مؤكدة أن الأدلة على الأرض تبين أن الطرف الآخر استغل الهدنة واستثمرها لإعادة ترتيب مواقعه ونشر أفراده وألياته العسكرية مبيتاً النية لاستمراره في عدوانه إلى موقع تغير نت نطالع أهم ما ورد فيه من تطورات اجتماع للحوثيين وحزب صالح يعرقل سفر الوافد إلى الكويت وتأجيل جلسة افتتاح المشاورات ذكر الموقع أيضاً التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة مأرب إلى جنوب البلاد الشرطة اليمنية تحبط هجومين قرب مطار عدن الدولي إلى التفاصيل التي تناولها الموقع عن خبر تصريحات البنك الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن وجاء في التفاصيل أعلن البنك الدولي أن المالية العامة في اليمن تتعرض لضغوط شديدة وتسع عجزها من نحو 5% من إجمال الناتج المحلي عام 2014 إلى 11.4% عام 2015 وذكر البنك ذكر في أحدث تقرير له أن توقف التنويل الأجنبي للموازنة إلى حد كبير بسبب تعليق كثر من شركاء التنمية مشاركتهم وحيثما أمكن انتقل الشركاء إلى عمليات الطوارئ والإغاثة ولفت التقرير إلى أن الصراع المتصاعد منذ مارس عام 2015 أدى إلى تعقيد السياسة الخاصة بالنقد وأسعار الصرف كما أدت خسائر في التنويل الأجنبي خصوصا في صادرات النفط والغاز إلى زيادة الضغوط على احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي وأضف التقرير أصيب النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلد بالشلل بعد عام من الصراع فانكمش الاقتصاد العام الماضي بنحو 28% كما أدى الصراع المتصاعد إلى تعطل النشاطات الاقتصادية وتدمير البنية التحتية على نطاق الواسع نذهب إلى موقع مصدر أونلاين والذي ركز على أهم التطورات السياسية والعسكرية ومنها تظاهرات في تعز دعما للمقاومة والجيش الوطني واستعادة الدولة من الانقلابيين وعلى المستوى السياسي المتعلق باليمن قمة الرياض بين أوباما وزعماء الخليج تبحث تطورات الوضع في اليمن وترسم العلاقات بعد أوباما إلى عنوان آخر اتفاق جديد لوقف اطلاق النار في مأرب ينص على تبادل الأسرة وانتشال الجثث وإعادة الكهرباء اهتم الموقع أيضا بخبر مقتل مواطن في الضالع على يد الميليشيا ويقول الموقع قالت مصادر محلية في مدينة دمت إن ميليشيا الحوثي أقدمت على قتل مواطن في إحدى النقاط التي تسيطر عليها في مدخل المدينة التابعة لمحافظة الضالع وأضافت المصادر للمصدر أونلاين إن المواطن رياض أبو عسر والذي يعمل على دراجة نارية قتل على يد مسلحي ميليشيا الحوثي في مدخل مدينة دمت دون أي سبب وأكدت المصادر أن القتيل أبو عسر من أبداء قرية الصبار عزلة كحلان في مدرية الرضمة وأن أولياء الدم تداعوا للمدينة للمطالبة بالقاتل ورفضوا استلام الجثة التي لا تزال في ثلاجة أحد مستشفيات مدينة دمت موازين القوة في البحر الأحمر تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقالا ونشره موقع يامن مونيتر تطرق إلى البعد العسكري والإستراتيجي للدول المطلة على البحر الأحمر ويقول الكاتب الصراع الأكثر أهمية وخطورة في المنطقة يتمحور حول أمن البحر الأحمر منذ فجر التاريخ وصراع القوى العظمى عليه لم يتوقف بل استمر يتكرر بأشكال مختلفة حتى العصر الحديث تطل عليه اليمن، السعودية، جبوتي، ارتيريا، السودان، الأردن، مصر وإسرائيل هناك وجود عسكري مكثف في هذا الممر الاستراتيجي الذي ينبئ بثروات مختلفة كما بمخاطر محتملة كالتهريب والإرهاب والقرصنة وللبحر الأحمر معادلاته الحاسمة في الأمن الإقليمي والدولي كما في التجارة الدولية تحديدا وبالتالي فإن تدويل أمن منطقة البحر الأحمر حقيقة ماثلة بين مضيق باب المندب وقناة السويس ولم يتم الإعلان الصريح عنها بالمقابل هناك مخاوف تسري في أوصال عدة دول عربية مطل عليه خصوصا في حالة تضارب المصالح مع الأطراف الدولية أو تغيير مراكز القوى والشاهد أن التهديد الأكبر كاد أن يأتي عبر عمليات القرصنة التي كانت قد ظهرت وتزايدت قبل أعوام ثم تضاءلت وخفتت ومنبعها السفن المنطلقة من السواحل الصومالية التي لا تردخ للقوانين وجراء ذلك كان أن تكرست أساطيل الدول الكبرى والإقليمية تحت دعاوى مكافحة أعمال القرصنة وتحت مظلة وشرعية الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي وباختصار يمكن الخلوص في السياق إلى أن القوى التي ستنجح في تفعيل استشعارات إدراك خطورة اللحظة وامتطلباتها أخذة زمام المبادرة والمواجهة بكامل التبعات هي فقط التي ستحمي أمن البحر الأحمر من الانهيار ماذا لكم ونحن في خضم مرحلة مأزاقية نشهد فيها تفكيكا ممنهجا للمنطقة بأكملها ولا تحتمل المزيد من الحسابات المترددة والمتراخية فضلا عن تلك الحسابات الواهمة أو التي بلا خيال مشاهدين نتحول بكم إلى موقع يمن مونيتر نستعرض فيه أبرز الأخبار حضور خافت لقبائل طوق صنعاء في مؤتمر للحوثيين في عنوان آخر اصداروا نصف مليون جواز سفر يمني لحاملي هوية زائر السعودية ذكر الموقع أيضا اتهامات للحوثيين وقوات صالح بمواصلة خرق الهدنة في الضالع جنوبية اليمن وركز الموقع على المفاوضات التي ستبدأ اليوم في الكويت ويقول في التفاصيل تبدأ في الكويت اليوم الاثنين المحادثات بين الحكومة اليمنية من جهة وممثلين عن جماعة الحوثي وحزب صالح من جهة ثانية من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام وأضاف الموقع وتترقب الأوساط السياسية والدولية باهتمام بالغ ما ستسفر عنه المحادثات حيث يراهن الكل على أن تنجح المحادثات في إنهاء الأزمة في حين وصلت الوفود إلى الكويت أمس كما وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأجرى عددا من اللقاءات بينها لقاؤه أمير الكويت صباح الأحمد وفي السياق ذاته كان مصدر في جماعة الحوثي المسلحة أرجعوا مغادرتهم العاصمة صنعاء إلى الكويت وأضاف المصدر أن الرحلة كانت مقررة أن تنطلق مساء الأحد لكن الوفد غير قراره لحين تثبيت واقف إطلاق النار والعمليات القتالية بحزب قوله نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع جاء فيه تعز تدشين وثيقة العهد العام لاستكمال تحرير بقية المحافظة من الميليشيا عنوان آخر ناطق الحوثيين يؤكد تسلم جماعة جماعته ثلاثين أسيرا من السلطات السعودية كما ورد في الموقع مسؤول يمني يقول الميليشيا الإنقلابية تريد من مفاوضات الكويت العودة بالوضع إلى المربع الأول وركز الموقع على خبر حظر التليجرام في اليمن من قبل الميليشيا ويقول الموقع حذرت وزارة الاتصالات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تطبيق التليجرام على المشتركين فيه داخل الأراضي اليمنية وأضاف الموقع ويأتي حذر الحوثيين لرابط تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام ردا على قيام إدارة التطبيق بحذر رابط لقناة المسيرة على التليجرام الليلة الماضية مشاهدين الكرام إلى هنا نتوقف في الصحافة الداخلية وتبقى لدينا الصحافة العربية في أعدادها الصادرة اليوم ولكن بعد فاصل فابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام نصحبهم في جولة الصحافة العربية في أعدادها اليوم والبداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها اليمن الحزين يردد بتفاؤل لابد من الكويت وإن طال الصفر تقول الصحيفة إن الحوار في اليمن ساندته الكويت يوم مساهمات في المبادرة الخليجية لدعم المسار السياسي عام 2011 لتوقع على طاولة الحوار في الرياض بنود الوثيقة التي وضعت بذور الإصلاح السياسي والحوار الوطني بعد عقود من حكم نظام صالح الموصوف بالاستبدادية وفي حوار الكويت اليوم كما تقول الراي يبحث المجتمعون دور الحوثيين في اليمن الجديد بعد عبور مسائل وقف الحرب الحوثيون هم أعداء الأمس وتقول الصحيفة أيضا يجتمع اليمنيون في الكويت لتعيد لهم استقرارهم بعدما سعت إليها الأمم المتحدة باعتبارها مقرا مثاليا للمفاوضات وتختم الصحيفة تقريرها الخاص اليمن موصوف تاريخيا بالسعيد واليمنيون هم أرباب الحكمة كما قيل لكن اليوم الحكمة كويتية واليمنيون يجتمعون في قلب البلاد سعيا لحوار وإجماع وطني يعيد اليمن سعيدا كما كان ذات زمن أما صحيفة السياسة الكويتية أيضا فقد ركزت على المخاوف من إفشال الحوار من قبل الميليشيا وعنوانة الحوثيون يفجرون منازل قادة في المقاومة تقول السياسة أقدمت ميليشيات الحوثي عشية إنعقاد مفاوضات الكويت على تفجير منازل تابعة لإقادة في المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن وقال المتحدث باسم المقاومة في محافظة الجوف الشيخ عبدالله الأشرف للسياسة إن ميليشيات الحوثي فجرت أربعة منازل تابعة لقائد لواء الفتح ولشقيقه إضافة إلى مسجد في مدرية المتون معتبرا أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا وتحديا واضحا للهدنة ولفت إلى مقتل نحو عشرين من رجال المقاومة وإلى إصابة عشرين آخرين برصاص الميليشيات منذ سريان الهدنة قبل سبعة أيام كما تفيد الصحيفة الكويتية إلى ما أكدت مصادر حكومية إن ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح قامت بقصف الأحياء السكنية في تعز رغم توقيع اللجنة الفرعية لاتفاق تثبيت الهدنة السبت الماضي وفتح المنافذ الشرقية والغربية للمدينة إلى صحيفة الخليج والتي تابعت تطورات التفاوض وجاء في عنوينها استعداد كويتي لاستضافة المفاوضات اليمنية مهما استغرقت من وقت عنوانت أيضا الصحيفة مفاوضات السلام اليمنية اليوم والتفاؤل يتصدر تقول الصحيفة سيكون على اليمنيين أن يختبروا أياما صعبة وقالقة وحاسمة مع استئناف المحادثات في الكويت التي قد تمتد إلى عشرة أيام وفقا لتوقعات متابعين وتضيف الصحيفة سيكون على الأطراف المتفاوضة أن تبدي حسنانية ومرونة واستعدادا لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل عملي وإيجابي يخرج اليمنيين من محنتهم فاليمن يقف اليوم على مفترق طرق أحدهما يوصل باليمن إلى السلام والطريق الآخر يقود البلاد إلى هوة أمنية وإنسانية من الضروري الابتعاد عنها وتفيد الصحيفة أيضا في المشهد العام وصل طرفاء القتال والأزمة إلى حالة من الإنهاك وأيقنا أنه ليس بمقدور أي منهما حسم الوضع عسكريا لصالحه رغم التقدم الملحوظ لقوات الحكومة الشرعية المسنودة من قوات التحالف العربي على حساب الميليشيات الإنقلابية وتقول الخليج تسود حالة غير مسبوقة من الترقب في الأوساط الرسمية والشعبية اليمنية لطبيعة النتائج التي يمكن أن تخلص إليها المفاوضات السياسية بين الحكومة والحوثيين خاصة مع تصاعد الخرقات عن لقاء الكويت كتب يسين سعيد نعمان مقالا في صحيفة الشرق الأوسط وقال نعمان لا يكفي أن يقال إننا أوصلنا اليمنين إلى مائدة التفاوض وبأيديهم أن يصوغوا قواعد اتفاقهم لا نريد أن نكرر لعبة تنفيذ المبادرة الخليجية عندما سمح للرئيس السابق أن يخرق المبادرة في أهم جزء منها وهو نقل السلطة حيث صمتت كل الدول الرائية للمبادرة والأمم المتحدة على بقائه رئيسا للمؤتمر الشعبي وكان ما كان من تعطيل المسار العملية السياسية وتوفير الشروط لهذه العملية الإنقلابية ناهيك عما أفرزت الحياة من حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي لو أن اليمن كان خارج المعادلة الجيوستراتيجية والأمنية للمنطقة لما نشبت هذه الحرب المدمرة بعد أن خاض اليمنيون تجربة الحوار الوطني الشامل وتوافق على عقد اجتماعي جديد لدولتهم المستقبلية إن دول التحالف لن ينتهي دورها هنا ويجب أن لا ينتهي هنا بل على العكس من ذلك نحن نعتقد أن دورها الحقيقي لحماية اليمن وضمان بقائه ضمن معادلة أمن المنطقة وتطورها الاستراتيجي يبدأ الآن ويبدأ من خلال إطلاق رؤية استراتيجية تشمل تصحيح مسار التفاوض وتجنب أي اتفاقيات هشة تضضي إلى استمرار الصراع والحروب ندرك أنه لا مجال لخيار آخر غير وقف الحرب غير أن وقف هذه الحرب يجب أن لا يكرر تجربة الحروب التي تتوقف فقط من أجل إعادة إنتاج نفسها بشكل أوسع وأكثر شراسة وللتجنب ذلك لابد من التعاطي مع التفاوض في إطار رؤية استراتيجية لمكانة اليمن ووضعه في المنظومة السياسية والأمنية والاقتصادية الاستراتيجية لدول المنطقة إن هذه الرؤية ستشكل ضمانة حقيقية لتفاوض مدعوم برؤية وخريطة طريق تساعد على تذليل الصعوبات الناشئة عن الجراح العميقة للحرب وعدم الثقة وقطع دابر أي اختراقات تهدد أمن المنطقة إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت حول المفاوضات في الكويت وقالت محادثات الكويت اليوم شروط حوثية حتى الساعات الأخيرة وتقول الصحيفة إن الغموض يكتنف مصير المفاوضات وما إذا سيكون مشابها للجولتين السابقتين التي عقدتها في سويسرا ولم تسفر عن أي نتائج أم سيكون مغيرا ويقود إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن على غرار ما ألمح إليه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قبل أيام عندما أكد أمام مجلس الأمن الدولي أن اليمن أقرب للسلام من أي وقت مضى وتقول الصحيفة لا يمكن تقدير حجم التنازلات التي ينوي كل طرف تقديمها من أجل نجاح المحادثات في ظل تباين المواقف السياسية للأطراف المعنية حول تفسيرات الأجندة التي ترتكز إليها المفاوضات كما تفيد الصحيفة أن هناك غموضا ساد طوال يوم أمس حول موقف الحوثيين وحزب المؤتمر بعد صدور بيانات تلمح إلى احتمال تأجيل الحضور جراء خروقات وقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية غير أن جهودا مكثفة من الجانب الأممي والأطراف الدولية المعنية بذلت بذلت لتجاوز العرقين ولتأمين مغادرة وفد الإنقلابيين العاصمة صنعاء باتجاه الكويت وعلمات العرب الجديد من مصدر سياسي أن الخلافة بين الشرعية وتحالف الإنقلاب يتعلق بتفسير النقاط الخمس ووفقا للمصدر المقرب من الحكومة اليمنية فإن جماعة الحوثيين تؤكد على ضرورة أولوية الحل السياسي وإن شاء هيئة حكم رئاسي من جميع الأطراف اليمنية تكون مطلقة الصلاحيات قبل تنفيذ النقاط الخمس إلى صحيفة البيان الإماراتية عنونت عن مفاوضات الكويت أيضا محادثة الكويت تنطلق اليوم بنافذة تفاؤل لليمن تعيش المحافظات اليمنية كما تقول الصحيفة ترقبا حاذرا قبيل إنعقاد المحادثات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة اتشهد المحافظات اليمنية هدوءا وترقبا حاذرا في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات خصوصا بعد فشل مؤتمرين سابقين للمفاوضات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا سابقا وتضيف الصحيفة ووجهت الأطراف المتحاربة إشارات تصالحية قبيل المحادثات في بادرة لتأكيد الاستعداد المتبادل لإنهاء الصراع وبدأ أسلوب خطابها معتدلا ما أثار موجة من التفاؤل لدى المراقبين بنجاح جولة الكويت في تحقيق السنة على الأرض كما تقول الصحيفة فإنه رغم التوقيع على هدنة لوقف إطلاق النار في تاعز إلى أن المتمردين الحوثيين وقوات صالح واصلوا نقضها بشن هجمات وقصف على المواقع العسكرية وأحياء المدينة عنونت الصحيفة أيضا هدنة تاعز حبر على ورق قالت الصحيفة لا جديد في تاعز بعد التوقيع على هدنة لوقف إطلاق النار إلا استمرار نقضها من قبل المتمردين ويقين ساكن المدينة بعدم التزام الميليشيات ببنودها إلى صحيفة عكاذة السعودية نقلت عن رئيس اللجنة الميدانية في محافظة تاعز عبد الكريم شيبان اتهامه الميليشيات الإنقلابية بالمماطلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة رغم توقيعها على وثيقة الاتفاق وقال شيبان في تصريحات إلى عكاذ إنه كان مقررا البدء في تنفيذ الاتفاق الساعة الثالثة عصر السبت لكن الإنقلابيين لم يلتزموا بتنفيذه وتذرعوا بحجج واهية طالبين منحهم مهلة وأوضح الاشتباكات لا تزال مستمرة لكن بحدة أقل مما كانت عليه في السابق وشدد على أن عدم تنفيذ الإنقلابيين بكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها فتح المعابر وإزالة المتارس لن يكون مجديا قرن العزلة والتلاشي تحت هذا العنوان كتب حاتم السكر مقالا متحدثا فيه عن الكثير من النكسات التي نمر بها وقال الكاتب هذه الأرض التي أضاعت قرنا من الزمن وعاشت سلالاتها عزلة مركبة في أوطانها لن يهبها الزمن فرصة أخرى فلقد قدر لها أن تعيش هكذا فيتيه واقعها ومرارة حاضرها بهذا نفسر هروبنا إلى الذاكرة لنرى كسرا من زمن جميل مر ولم يتجاوزه الحاضر بل عاشت ثقافاتنا ومجتمعاتنا في قلب الشرق نكوصا غريبا تراجعت فيه الأذواق وخفتت نداءات التحديث بل انتعشت المهملات الجمالية التي يفترض بالاحتكام لمبدأ التعاقب والنسخ التطوري أنها تتلاشى فعادت القبلية والطائفية هوية متقدمة على سواها وازدهرت صناعة الموت بتبشير متطرف لم يكن له حضور قبل عقود وانزوت حرية الأفراد وفي مقدمتها المرأة التي يعد الموقف منها والرؤى حولها مقياس التقدم والعيش في العصر لا في العزلة المبتغى من شعارات المد الأصول المتنامي وتنويعاته الفنية والجمالية المتخلفة وربده للحريات وخنق المواهب وتهميشه للآخر وثقافته يأخذ الأدب حصته من النقوص بشكل إحياء للأشكال التقليدية والموضوعات التي تجاوزتها الحداثة في زمن صعودها والاقتناع ببرامجها في وقت تختفي فيه الجماليات البصرية من فضاءات مدننا وتتضاءل السينما صناعة وفكرا وتختفي المسارح وتتراجع التوعية السمعية ممثلة بالموسيقى والغناء ولا يعود للمجلة دورها القديم قبل قرن العزلة الذي دخلناه بخسائر لا تحصى ثقافيا مجموعة من رسوم الكاريكاتر أترككم بها وأختم بها حلقة اليوم لكوشك الصحافة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة